اشتركوا في القناة على ما لقيه من كرم الضيافة وحسن الاستقبال ورحب جلالة الملك المعظم برئيس الوزراء اللبناني ومشاركته في قمة البحرين واستعرض معه العلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين وأكد جلالته على متانة العلاقات الثنائية الطيبة التي تجمع بين مملكة البحرين ولبنان والحرص على تطويرها وتنميتها لصالح شعبيهم الشقيقين وأعرب جلالته ورئيس الوزراء اللبناني عن تمنياتهما بنجاح القمة العربية وأن تسفر عن نتائج مثمرة تعزز التضامن العربي والسلام والأمن والاستقرار في المنطقة كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا العربية والدولية فيما أطلع رئيس الوزراء اللبناني جلالة الملك المعظم على آخر التطورات على الساحة اللبنانية حيث أكد جلالته على موقف المملكة تجاه لبنان والذي يقوم على دعم كل ما يحفظ أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه وما يحقق مصلحة شعبه الشقيق متمنيا أن ينعم البلد الشقيق بالأمن والاستقرار والازدهار من جانبه ثمن رئيس الوزراء اللبناني بكل التقدير مواقف مملكة البحرين العربية الأصيلة بقيادة جلالة الملك المعظم واهتمامها وحرصها على وحدة وضمان أمنه واستقراره متمنيا لشعب المملكة دوام الخير والرخاء والتقدم تحت قيادة جلالته